اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصدق التهاني وتبركاتي لحضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم كما هنأ المجلس أبناء البحرين بهذه المناسبة الوطنية مشيرا إلى أن مملكة البحرين تحتفل بعيادها الوطنية وهي محاطة بإنجازات حققها فريق البحرين وفق توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ووجه المجلس الشكر والتقدير لكافة المؤسسات والشركات التي سهمت وشاركت في موسم عياد البحرين كما استذكر المجلس بمناسبة يوم الشهيد شهداء الواجب المخلصين وما بذلوه من تضحيات من أجل وطنهم وأمتهم سائلنا الله عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبرار وأن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار كما رفع المجلس أسماء آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله وصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة فوز فريق مكلارين ببطولة العالم للفورمالوان للصانعين لأول مرة منذ 26 عاما والمركز الأول في جائزة الاتحاد الطيران الكبرى للفورمالوان ضمن بطولة العالم لسبقات الفورمالوان مؤكدان أن هذا الإنجاز المشرف يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر بالنجاحات المشرفة والتي رسخت مكانة المملكة على خارطة الرياضات العالمية كذلك رفع المجلس أسماء آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله وصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تحقيق قوة دفاع البحرين المركز الأول في بطولة الرماية العسكرية الأولى لدول مجلس التعاون دول الخليج العربية مشيدا بهذا الإنجاز العسكري الرياضي المشرف بعدها رفع المجلس أسماء آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله وصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم المنتهي العشرين للأمن الإقليمي حوار المنامة 2024 مؤكدا على همية الموضوعات التي كانت محل النقاش في حوار المنامة في تعزيز الفهم الدولي المشترك ودعم السلام والأمن العالميين بعدها أكد المجلس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مشيرا إلى الحرص على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بهذه العلاقات نحو أفاق أرحب في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب جلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد الهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة شقيقة حفظهما الله لفتن المجلس إلى همية الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وحضور سموه لعدد من الفعاليات الوطنية بمناسبة العيد الثلاث والخمسين لدولة الإمارات بما يعقس متانة العلاقات بين البلدين بعد ذلك أشهد المجلس بالتنظيم المميز لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 البحرين التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرا إلى الجهود البارزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك العمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تعزيز تقدم مملكة البحرين ومكانتها في الأوساط الرياضية العالمية وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية فقد شكر المجلس كافة منتسبي وزارة الداخلية على دورهم الحيوي في حمل مسؤولية الأمن والاطلاع بها على أكمل وجه بما يحفظ المنجزات الوطنية بعد ذلك أشهد المجلس بجهود الوزارات التي نفذت التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقاب المالية والإدارية مؤجها للجهة الحكومية التي وردت ملاحظات بشأنها في تقرير ديوان الرقاب المالية والإدارية 21 السنة المهنية 2023-2024 باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات مشيرا إلى الدور الذي يطلع به ديوان الرقاب المالية والإدارية في التعاون مع الأجهزة الحكومية في تحقيق الأهداف المنشودة بعدها وافق المجلس على المذكرات التالية مذكرة سعادة وزير الخارجية حول إطار الشراكة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة للفترة 2025-2029 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مقترح بإضافة نشاط تجاري جديد حول خدمات الاستشارات مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتعديل الجنة والمرافق للقرار الخاص بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين المستشفيات الحكومية والهيئة العامة للرعاية الصحية في جمهورية مصر العربية الشقيقة مذكرة ساعدة وزير شؤون البلدية والزراع حول استملاك عدد من العقارات للمنفع العامة للتطوير العمراني ثم أخذ المجلس من خلال التقارير الوزارية علما بما يلي نتائج زيارة مركز الدفاع والتأهيل بالمملكة المتحدة نتائج المشاركة في الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان نتائج المشاركة في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة نتائج المشاركة في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك نتائج المشاركة في الدورة السادسة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وقمة المياه الواحدة نتائج المشاركة في اجتماع الدورة الخمسة عشر للمجلس الوزاري العربي الكهرباء والاجتماع التاسع والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس نتائج المشاركة في قمة الشراكة الفين واربعة وعشرين